طيب خلينا نبلش اول اشي بطاقتك يا برج الجوزع في شخص متمسك بالتواصل القديم اللي بينكم المشاعر القديمة اللي بينكم نشوف خطوتك انت بالمستقبل الخطوة القادمة لبرج الجوزع سلف لوف فانت مركز كتير ورح تركز اكتر على حالك انه عم شوف انه انت ممكن حسيت انك اعطيت كتير لها العلاقة ولها التواصل فانت مركز حاليا اكتر على حالك ايضا عم شوفك عم تحس انه الاشي اللي سويته للبعض منكم اللي اختار قرار معين او اشي معين انا عم شوف انك راضي عنه وعم تحس انك طلعت من الموضوع منتصر مركز على الجانب الروحاني كتير بحياتك في المستقبل خطوتك يعني للمستقبل رح تركز اكتر على الجانب الروحاني لانه انت بتحس انه هاي هي الطريقة الوحيدة او الطريقة الصح الافضل لحل الامور انه انت تركز على حالك تشتغل على حالك تطور من حالك انه مش مشكل اشي في عندك القدرة على حل المشاكل في بعض الاشي انت لازم تشتغل عليها جوه حالك وهو لازم تشتغل عليها ايضا جوه حاله فعم شوف في المستقبل انت عم تفكر لسه باستقرار بدك اشي مستقر بدك على الناحية العاطفية او من الناحية العاطفية بدك تكون اسره ولكن عم شوف انك بالمستقبل ناضج اكتر لانه عندك بكروتك او بالطاقة الحالية عندك اغلب الكروت اه شخصيات صغار او شخصيات غير ناضجة او غير متشور عقليا ولكن بطاقتك للمستقبل عندك ملكتين queen of wands و queen of swords فبيبين انه انت من خلال self love self feeling من خلال الشفاء الذاتي راح توصل الى مرحلة اللي انت تكون فيها ناضج فكريا يعني حتى بحكمك على الامور وبحكمك على العلاقة وباتخاذ القرارات بها العلاقة راح يكون منظورك منطقي اكتر راح يكون منظورك logical اكتر او في حكمة اكتر لانه انت مركز على الجانب الروحاني ايضا فاي قرار راح تختاره مش راح يكون قرار بناء على يعني قرار متهور مش راح يكون قرار متهور من نسبة للخطوة القادمة للحبيب او للشريك راح يمر بتغيرات هالشخص وعندك the death card ففي اشي بحياته هالشخص عم يسكر فيه حاليا كارما لازم يحلها او ايضا the wheel of fortune عندكم the devil بصراحة الشخص اللي انت عم تتعامل معه اغلب العقبات اللي بينكم هي عقبات في داخل هالشخص يعني في عنده the devil فهالشخص من جوع بعقل الباطلي في عنده عادات لازم يتخلص منها اشياء لازم يتخلص منها the wheel في عنده تغيرات لابد من انه تصير ولكن هو عم شوفه بده يحكي لانه ace of swords تواصل eight of ones ايضا تواصل سريع فهو البعض منكم اللي مستني خبر من هالشخص عم شوف بخطواته بالمستقبل في عنده نية انه هو يحكي معك والحكي رح يكون عم شوف على جانب صداقة اكتر يعني رح يحاول يرمم الامور اللي بينكم او يصلح الامور بينكم بانه يكسبك كصديق قبل ما انه يكسبك كحبيب لانه هو بيشوف انه هاي هي الطريقة الامثل لحل الامور ممكن يكون التغير بالسلوب الحكي معه انه رح يحكي معك بطريقة مش كتير او ما فيها كتير غزل او مش كتير مشبعة بالعاطفة ولكن ممكن تكون على جانب الصداقة اكتر انه بشوف بده هالشخص يكسبك كصديق قبل ما انه تكون حبيب ايضا ايضا تواصل رح يكون في اشي رح يعترف فيه هالشخص في عنده اشي بده يعترف فيه هالشخص بده يحكي فيه طيب بدنا نشوف طاقتكم المشتركة للمستقبل ايضا فيه حدا فيه طرف لانه هال هالطاقة بينكم مشتركة ففيه طرف عم يتبنى ايضا يعني اوراق جميعها اه مادية هون او ارضية فالطاقة بينكم طاقة الارضية عادة تكون طاقة كتير بطيئة بالحركة فالتحرك بينكم رح يكون بطيئ ايضا رح يكون فيه تحفظ كتير من الطرفين باظهار المشاعر بينكم رح توصلوا الى مرحلة تحسوا فيها انه فعلا انت عم تحط مجهود وهو عم يحط مجهود ولكن عم شوف فيه طرف منكم رح يرسم حدود رح يقرر انه يحط حدود فيها العلاقة لتجنب انه الامور ما تطلع خارج انطاق السيطرة يعني انتوا فهمتوا عم شوف الطاقة المشتركة في المستقبل اغلبكم فهموا انه حتى ولو هي علاقة عاطفية لابد من انه يكون فيه حدود ومساحة خاصة بكل طرف لابد انه يكون فيه مساحة للك مساحتك انت الخاصة ومساحة له مساحته هو الخاصة فعم شوف بالمستقبل فيه تحفظ رح يكون حدود ايجابية يعني هي حدود مش سلوية فيه رح يكون بينكم حدود بمعنى انه ما حدا يتجاوز مساحة الطرف الاخر ايضا عم شوف فيه شراكة بالشغل تواصل بينكم رح يكون افضل بيج اف سويتس فيه عندكم رح يكون مواضيع اكتر تحكوا فيها اه التواصل رح يكون صريح اكتر مش رح يكون فيه مشاكل اكتر يعني بستحكوا مع بعض فيه نوع من النضج لحل المشاكل حتى لو فيه مشاكل يعني تتناقشوا وتوصلوا الى تفاهم مشترك بينكم شغل مشترك بينكم فيه شراكة بالشغل انت مجرد ما انك تشتغل على حالك وهو مجرد ما انه يشتغل على حالك هاي بتعتبر اه شراكة في المجهود لانه انت عم تحاول تحسن من هالعلاقة وهو عم يحاول يحسن من هالعلاقة الحلو بصراحة بخطوات المستقبل الطاقة طاقة المستقبل جميعها الحلو فيها انه عم شوف فيه مضج كتير كبير بينكم بيذبات من بطاقتك انت برج الجوزاء عم شوف انه فيه مضج وكبر بحل الامور فبتوقع انتو بالمستقبل رح توصلوا الى مرحلة او حاليا ممكن انت اريدي عم تفكر بهالاشي جميع الخطوات اللي رح تاخدوها والقرارات رح تكون مبنية على للمستقبل يعني اي قرار رح تتخدوه رح تفكر انه للمستقبل عم شوف انه بدكم تبنوا مستقبل مع بعض مجرد ما انه انت تحط مجهود على حالك وهو يحط مجهود على حاله هاي هي طريقة اللي لحتى تصلحوا العلاقة فيها وتكون افضل اوكي حبار ببرج الجوزاء عم شوف حاليا انت عم تركز على عم تركز على كيف تشاء في حالك كيف تداوي حالك مركز اكتر عم تهتم بصحتك اكتر عم تهتم بحالك اكتر عم تحب ايضا تطلع في الطبيعة او عم شوفك شخص مش عم يلتزم بالطرق التقليدية لحل الامور او للعمل مع الامور عم شوفك عم تتخذ طرق غير تقليدية لحل الامور ايضا من الناحية المادية عم شوف انه انت مركز اكتر من الناحية المادية اللي فيه عندك حاليا عم تحس برضى رضى نفسي عم تحس انت بالوضع المادي وايضا بالوضع العاطفي عم تشتغل اكتر ووصلت الى مرحلة انه انت عم تحس فيها بالرضى النفسي عن وضعك المادي ممكن عم تفكر بانك تطور اكتر من الناحية المادية وايضا من الناحية العاطفية ولكن انت حاليا فيه مرحلة راضي فيها عن نفسك وراضي فيها عن اللي بيصير عم شوف فقط من الناحية العاطفية او للبعض منكم من الناحية المادية لانه فيه عندك اوراق مادية كتير طلعات فبين انك مركز اكتر الوضع المادي ولكن البعض منكم عم شوف انه انت عم تحس انه انت عم تبذل مجهود ومش عم يعود عليك بالنتيجة اللي انت بدك ياها البعض منكم عم يحس انه عم يحط كتير في العلاقة عم يحط كتير بالشغل عم تعطي من حالك كتير وايضا عم شوف انه انت عم تاخد الامور بعفوية عندك فول كارد يعني عم تاخد الامور اكتر بعفوية عم تخليها تمشي متل ما الله بيريد عم شوف ولكن بنفس الوقت عم شوف انه فيه عندك خط واضح انت عم تمشي عليه لانه عندك ايضا الامور كارد بي ستقل بيعرف شو هوا بيريد فاذى انت بالعلاقة مع حبيبك مع شريكك بتعرف انت شو بتريد من العلاقة و لكن بنفس الوقت مش عم تضغط على الامور يعني عم تخليها تمشي متل او تيجي متل ما هي تيجي ولكن يعني في رأسك أنت في داخل نفسك تعرف أنت شو بتريد من هالشخص شو بتريد من هالعلاقة خلينا نشوف طاقة الشريك أو الحبيب حاليا الحبيب عم يفكر كيف يداوي نفسه وهيليلنغ عم شوف متضرر حبيبك شريكك متضرر نفسيا عم يحاول يشافي حاله داوي حاله نفسيا في عنده حبيبك في مفترق طريق في عنده شيئين لازم يختار منهم شخصين أنت العلاقة أو عمل وظيفة العلاقة أو العائلة في أمامه شيئين عم يحاول يوثق بينهم وهو حاليا في متناقض نفسيا أو غير قادر على اتخاذ القرار حاليا فهو عم يركز أكتر كيف يشافي حاله كيف يداوي حاله عم شوف أنه من ناحية نفسية مشوش عم يحس بخسارة منه عندنا للبعض منكم اللي أنت مش عم تحكي مع الحبيب والشريك هو عم يحس بخسارة عم يحس أنه خسر إشي عم يحس أنه خسرك أنه خسر العلاقة في عنده مشاعر وأحاسيس بالذنب كتير عميقة الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوف